في الوقت ذات إذا أردنا أن نتحدث عن الموضوع سياسيا هل هناك قوى سياسية يمكن أن تتضرر أكثر من الوجود الأمريكي في العراق؟ برأيك يعني موجود من يوالي دول أخرى يريد الخلاص من التواجد الأجنبي والأمريكي تحديدا حتى يكون المجال أوسع لدول أخرى تتغلغل في العراق أكثر من ما هي متغلغة إلى الآن هذا يدفع بعض الكتل السياسية إلى دعوة لخروج القوات الأجنبية وبالمناسبة هؤلاء هم من أتوا بالقوات الأجنبية إذا أتينا إلى عام 2003 أو أتينا إلى عام 2014 عام 2014 الحكومة العراقية هي من طلبت أن يكون هناك تواجد أجنبي لمحاربة حصابات داعش يعني نتحدث عن فصام في المواقف موقف ما بعد 2003 يختلف عن موقف 2020 تماما وعد ما أتحدث عن عام 2003 ما تسمى بالمعارضة العراقية هي من جلبت الأمريكا لإحتلال العراق إذن اليوم لا توجد هناك مصالح واضحة أو ستراتيجية واضحة لدى السياسة العراقية هل أمريكا هي عدوة للعراق أم هي صديقة أتعامل معها وفق المصالح هل إيران هي عدوة للعراق أم صديقة أتعامل معها وفق المصالح هل تركيا هل السعودية ينطبق على كل هذا الكلام لذلك لا توجد لدينا استراتيجية واضحة لدينا تعامل بالعواطف يعني اليوم على سبيل المثال عندما قرر البرلمان بإخراج القوات الأجنبية ولا قدر الله إذا ما حصل هجوم على القوات العراقية في أي مكان من العراق هل تتوقع أنه أخوة النواب أو أبنائهم أو أخوتهم رح يروحون يقاتلون الجواب لا أنا صدرت قرار في البرلمان لكن رح يقاتل من هو الجندي والمنتسب سواء في القوات المسلحة بكل صنوفة هم من سيقاتلون لذلك الشعارات والعواطف شيء وواقع الحال شيء آخر أنا يجب أن أتعامل مع ما يحتاجه الدولة ما يحتاجه العراق كبلد بلد عريق نعم تاريخه عريق نعم لكن فتيه في الديمقراطية فتيه الآن في الوضع العسكري في الوضع الأمني نحتاج إلى منظومة استخبارات نحتاج إلى منظومة أمنية متكاملة نحتاج إلى تقنيات عسكرية مثل ما موجودة ببعض نعم ومن هذه النقطة تحديدا ينبغي الحفاظ على التوازنات في العراق ومحيطه الإقليمي وحتى العالمي